السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآله محمد وعجل فرجهم ولنعداءهم اجمعين. ايه شبيك ام مشبيك اكترت من بولي البعير ام رضاع الكبير ام اتنعني كحديث القرد الزانية التي رواها البخاري. اليوم انا اجتكلم لكم على الشيعة مش لان هولا بيقولوا اننا شيعي واننا ابرر لهم لا بشي عين علي. انا اجتكلم على الشيعة لاننا اجتتكلم عليهم من قبل فترة. اجتتكلم على الشيعة هولا الذي. يا حشين يا علي. لماذا هذه الصخرية من الشيعة? هل تصخر من اناس يواسون رسول الله في حزن على صبقه الحسين? هل الشيعة ضربك انت ام يضرب نفسه حزن على الحسين? اذا كان اغرضك التهريج فانت الان قد اضحكت الناس عليك. لانك تستهزئ ب اناس غرضهم الوحيد من هذا الفعل هو الجزع واذهار علامات الحزن على سيد شباب اهل الجنة وريحانة رسول الله. يعني هذا الضرب له سبب. فهل انت يا من تصخر على الشيعة تحزن او تظهر عليك علامات الحزن يوم عشرة? ابدا. بل تتخذ يوم عشرة يوم فرح وسرور. هولا الشيعة الذي اكشم بالله انهم طعنوا الاسلام في الظهر. وانهم اخطر من اليهود والنصار. اليهودي عدو واضح. ولكن هولا الذي بيقولوا انهم مسلمين. طبيعي ان يكون الشيعة اخطر عليكم لليهود والنصارى. لان الشيعة فضحوا اصنامكم من كتبكم. فضحوا قتلت الرسول الله. فضحوا قتلت الظهراء. فضحوا الاجرام الذي فعلوه في حق اهل البيت عليهم السلام. فمن الطبيعي جدا ان يكونوا اخطر عليكم من اليهود والنصارى. انا اتفهم مع الشيعة بشكل واضح ولا الومكم. بيقفعوا. احب سهي. اكسم بالله اني منشوف لهم مقاطع. وازعل عليهم. هولا عليهم لعنة. عذبهم الله بايديهم. الله عذب الشيعة بايديهم? من قال لك ان الشيعة حين يضرب نفسه جزعا على الامام الحسين يعذب نفسه. واذا كان الله قد غضب على الشيعة لانه يضرب نفسه. فماذا تقول في من يلعب الملاكمة وغيرها من الالعاب القتالية الخطرة. والتي لها تأثير خاطر على حياة وسلامة الشخص. هل الله غضب عليهم ايضا? شفتوا مقطع لواحد شي. شل فأس. وخفع راسه بفأس. خفع. راسه. بفأس. ندع. خفع لو ما. لو ما نكعت عينه. نكعت عينه من قوته. خفع. واحد شل. شل مسدس. وقتل نفسه. والله ان واحد قتل نفسه لاجلال حسين. قال يا حسين. ثلاث مرة. يا حسين يا حسين يا حسين. طخ. قتل نفسه. الا لعنة الله على الكاذبين. شيع يقتل نفسه بمسدس من اجل حسين? ان كنت لا تستحي وهو كذلك ففعل ما شئت. وزيت على هذا تحلف بالله? والله ان واحد قتل نفسه لاجلال حسين. والله ان واحد قتل نفسه لاجلال حسين. لا حول ولا قوتها الا بالله. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم واحد شل باص شل سيارة كبيرة نفس الباص ودخلها الجحلة لجلال حسين واحد واحد ذبح ابنه لجلال حسين ايه لا حول ولا قوتها الا بالله واحد ذبح ابنه من اجل الحسين والاخر ضرب رأسه بفاس والاخر قتل نفسه بمسدس انت شبيك عم شبيك تعالوا نسأل العريفة انها المخدرات نوكمل مع هذا الكذب الذي يعلم انه كذب هولا عليهم لعنات هولا الذي بيجلدو ويضربو ويخفعو انفسهم ليش ليش بيفعلوها كذا زاعلين علاء الحسين لأن اجدادهم وآباهم خذلو الحسين في كربرة زاعلين فبيخفو عنفسهم ايه دخلات من ابوك وجدات الشيء زعلالين لان اجدادهم خذلو حسين طيب ممكن تقول لي اين كان اجداد حينقسل الحسين انا اقول لك اجداد كانوا في الصف الاول في الجيش الذي قتل الحسين. لهذا انتم تفرحوني ومعشورة ولا يهمكم استشهد الحسين. ما رأيك? اذا ابوك خذل الحسين انت اشدخلك تضرب نفسك? لا تجر وازرة اخرى. طيب وانت ازعلك اذا كان الشيع يضرب نفسه. هل ضربك انت? لا. بل يضرب نفسه. وانت اشدخلك في الموضوع? يضرب نفسه يطرف الهواء يتسلق الجبال. انت ما ضخلك. زاعلن? قالوا. قالوا احنا زاعلنا على الحسين بمرضب عمشنا ان احنا اجدادنا وابانا خذل يا رجل. الا تستحي من الكذب? الشيعة قالوا انهم يضربون انفسهم لانهم خذلوا حسين? طيب ممكن لو سمحت تتفقوا على كذبة واحدة? لانكم انتم بانفسكم تقولون ان الشيعة يضربون انفسهم لسبب اخر. تمسكين بهذه الطقوس ولا يتركونها. ويبالغون في ضرب انفسهم. وكلما كان الانسان منهم اكثر اعتداء على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. كان اكثر ضربا. كان اكثر ضربا لنفسه واكثر جلدا لنفسه. زاعلن قالوا. قالوا احنا زاعلنا على الحسين بمرضب عمشنا ان احنا اجدادنا وابانا اخذنا الحسين. فلو سمحت ارجو ان تتفقوا على كذبة واحدة. واحدة فقط. فلا يعقل كل مرة تخترقون كذبة جديدة. فالله العالم ماذا ستقولون في المستقبل? والمصيبة الكبرى على النفعة من تكنولوجيا والانترنت. اكسم بالله العظيم لو يرجع الحسين من جديد ان اول من يخذله هولا. الذي اليوم بيخفعوا يضربوا انفسهم وبيدعوا محبتها الحسين. اول من اخذره الحسين لو الحسين يرجع. شاهد معي من سيخذ الامام حسين عليه السلام اذا رجع. بعد معاوية جاء يزيد. من يزيد? يزيد بن معاوية رحمه الله. تترحم على يزيد? نعم. بل الواجب على كل مسلم ان يترحم على يزيد. يزيد بن معاوية رضي الله عنه وارضاه امير المؤمنين الامة كلها. بايعته معنا يعني اثنان. الامام الحسين وعبدالله من الزباية. سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه اه يعني قتل. كيف قتل الله اعلم. الاسباب الله اعلم. انا اتجنب اه يعني الخوض في هذا الموضوع لانه موضوع ولا يستحق. صيبه مصيبة مصيبة شنو? الحسين رجل عاش امير وعاش في ذنى وعاش في رفاهية الى ان مات وان شاء الله ايضا الراحة الرفاهية وراحة الجنة. يعني موضوع. اخواني هل الحسين شهيد? الحسين. خرج على يزيد. ممكن يكون خرج عليه. لكن بهذه الطريقة. هذه الطريقة اخواني ما ما يسويها الا مجنون. ويصير يزيد يقتل الحسين? يصير. لانه خرج عليه مثل ما علي قتل طلحة وزبير. يصير. في صحيح مسلم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بوع لخليفتين فاقتلوا الاخرة منهما. اذا طبق هذا هذا الحديث. ولم يكن هناك مخرج لسيدنا الحسين من هذا الحديث. المخرج بمعنى المخرج القانوني. انه ما ينطبق عليه. حكم القتل. فالحسين يقتل حده القتل. واذا كان حده القتل كيف يكون شهيدا? اكسم بالله العظيم لو يرجع الحسين من جديد ان اول من يخذله هوله. اليس هذا هو الخذلان بعيني? ماذا سيقول الامام الحسين عليه السلام? اذا عاد اليكم ووجدكم تترحمون وستردون على قتله بل وتفرحون يوم عشراء يوم السيش هاده. تمام. هذا اول شيء. ثاني شيء. في ناس من الشيعة ما بيخفعشوا انفسهم ولا يضربوا انفسهم. ولكن خزعبلات. معهم خزعبلات وكلام مدري من بيتو. يعني بيتكلموا بكلام لا هو من القرآن ولا من السنة ولا من الحديث ولا من حتى الاحاديثة الضعيفة ولا مدري من بيتو هذا كلام. سمعت واحد شيعي بيقول ان احد الامة كان جالس فوق صخرة. وجاء اسد. كان عيو كل الامام. فالامام قال يا حسين فاذا بالاسد يتحول الى ارنب. قال ان الاسد رجع ارنب. ثم ما هذه قصة احد الامة. وفي ناس بيسمعوا ويتأثروا. اي شو? اي شو القصة هذه? منين بيتو القصة هذه مدري يا الله وحده. وانا مستقرب من الذي جالس ويسمعوا ويبكوا ويتأثروا. ممكن تقول لي اين سمعت هذه القصة ومن رواها? ام انك تريد فقط التهريج? طيب خير ان شاء الله. اسد تحول الى ارنب. ثم مات. ثم ماذا? نستطيع ان نقول ان هذه كرامة لوليد من اولياء الله. مثل هذه الكرامة. ومن مذهب اهل السنة والجماعة التصديق بالكرامة. لا سيما اذا كانت على ايدي امثال هؤلاء من الربانيين المخلصين الصادقين. واما ليس فيهم مخلفة لدين الله عز وجل. كرامات الشرعية يعني هذه. فاحمد كما ذكرنا كان قد شد قيوده بتكة سراويله. الحبل الذي يشد به وسطه ويربط به السراويل. لما ثقلت عليه القيود علق الحبل هذا في القيود ايضا. فلما جاء يضرب وليس عنده تكة فسقط سرواله. فكاد ينتهك رحمه الله تعالى بان تظهر عورته. ولكن الله تعالى سترى. بعض الرواية يقولون خرجت يد من ذهب فامسكت السروال. والبعض يقول ان السروال ارتفع لوحده. والبعض يقول ان هناك يعني فجأة السروال ارتفع ثم ربط من غير رابط. ومثل هذا لو صح الاسناد اليه. فنحن لا نكذبه. لان هذا مثل هذا ممكن. ولا حجر على قدرة الله عز وجل. والكرامات ثابتة. و احمد حري بان يكون هذا شأنه. لانه نصر الله فنصره الله. ماذا تقول في هذه الكرامات? وفي ناس بيسمعوا ويتأثروا. ايش ايش القصص هذه? منين بيتدوا القصص هذه مدري يا الله وحده. انا مستغرب من الذي جاهسين ويسمعوا ويبكوا ويتأثروا. اليك الكرامات خارقة اخرى. اما السنة ففيها عشرات الادلة التي تثبت كرامات الاولياء. منها هذا المتفق عليه. كرامة للصديق رضي الله عنه. لما ذهب رضي الله عنه بثلاثة اضياف الى بيته. وجعل لا يأكل لقمة الا رباء من اسفلها اكثر منها. كلما سيدنا وباكر يعني يرفع لقمة كده يطلع من تحتها طعام اكثر منه. فشبعوا. وفي ناس بيسمعوا ويتأثروا ويقعوا. ايش ايش القصص هذه. منين بيتهم القصص هذه مدري يا الله وحده. انا مستغرب من الذي جاهسين ويسمعوا ويبكوا ويتأثروا. ايضا في الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني اسرائيل ترضع ولدها. فرأت رجلا على فرس فارح. فقالت اللهم اجعل الولدي مثل هذا. فالتفتت. فالتفت اليه الطفش. بص الرجل الركب على الحصان ده. وهو يرضع. وقال اللهم لا تجعلني مثله. الوالد الرضيع نطع. كرامة للولد وكرامة للوالدة. وفي ناس بيسمعوا ويتأثروا. ايش ايش الكساس هذي. منين بيتطول الكساس هذي مدري يا الله وحده. كذا في حديث الغلام والراهب الذي رواه البخاري. لما الغلام وجد دابة عظيمة وحش كاسر تقطع على الناس الطريق. مسك حجر صغير كده. وقال الان اعرفوا الراهب على الحق ام الساحر على الحق. ثم رمى اللهم رب الراهب اقتل هذه الداب. ورمها بحجر صغير. زلط صغيرة كده. فقتلت. هذي خارقة. هذي كرامة للولد. اوه 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 ايش اوه ايش القصة هذه. فان على الاقل اتلت لك ببعض الكاهنة يروون ما سطره كتبك من كرامة الاولياء الخارقة. فهل من الممكن تأتيني بتلك القصة ان الامام قال يا حسين فتحول الاسد الى ارنب. ثم مات? وباقي قصة الواحد من الامة كمع تلفون. والتلفون قد عايي. عايكمل للشحن. قد عايت فاشتحن التلفون الى النص. فقال يا حسين. فاشتحن التلفون. فاشتحن التلفون. فقال التلفون لهذا الاحد الامة الصعي. قال لو قلت يا علي لتحولت الى ايفون خمسمة وثمانية وسبعين. فبكاء على الرجل الامام الصالح بكي. وبكي التلفون. والشاحن خفع نفسك. الشاحن قام وخفع نفسك. وفي ناس بيبكوا ويتأثروا. اوه الشاحن قام يخفع نفسك. اوه. واللي. واللي يا كذاب. يا كذاب يا مدلس. واحد قام قتل نفسك. زاعل على. زاعل ومتأثر بهذا القصة. متأثر. الشاحن يخفع نفسك. والتلفون يبقى قتل نفسك. من. ايش هو. ايش العقول الذي معاكم. من اين بتدوا هذا الكلام. انها المخدرات. ونحن نسأل نفس السؤال. من اين اتيت بهذا الكلام. ولا تستحي تهرج وتكذب وتؤلف قصص الف ليلا وليلا وتنسيبه الاشياء. ولا استعنت من كنت تنكر على الوهبية وتقول انهم يقولون الاكذب على الفضائيات. فها انت الان تفعل مثله. فما الفرق بينك وبينه. فاحترم نفسك قبل ان تحترم خصمك. وتأذب عندما تذكر اهل البيت عليهم السلام. وان شاء الله هرد على باقي كلامه في حلقة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.